قام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة إلى مدينة شانجهاي بعد مشاركته في أعمال الدورة العاشرة لاجتماع الوزاري لمنتدى تعاون العربي الصيني في العاصمة بكين تلبية لدعوة من الجانب الصيني للمشاركة في مراسم إعطاء إشارة الانطلاق لبناء مقر مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية هذا وصرح المتحدث باسم الأمين العام بأن المركز يمثل مبادرة مهمة من الجانب الصيني لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والعلمية مع الجانب العربي هذا فضلا عن نقل الخبرات في الحكم والإدارة والتنمية